لسا مكملين معاكم فاكرة الصحافة ومعانا الصحفي أستاذ محمد طلعت الهواري صحفي من مصري اليوم وكنا آخر كلامنا على جمعيات الأهلية وتمويل الجمعيات الأهلية وقلنا نحن مش عايزين نوصل مصر يعني مش عايزة أقارنها بلبنان بس مش عايزين نوصل للناس تبقى فيه انقسمات كتيرة جدا ما بينهم بالضبط يعني أنا عايز بس واضح أن احنا مش بنتهم أحد ولكن احنا بنقول أن هناك تمويل يأتي من الخارج وهناك تمويل يأتي من دول في الخليج العربي وهناك تمويل يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أخرى لكن احنا محتاجين سنويا ما يشبه كشف حساب من تلقى تمويل من من وما هو نشاطه وما هي طبيعة التمويل ولماذا ده شيء يعني منطقي جدا دولة زي اليابان يعني أنا أتذكر كنت في زيارة هناك وكنا بندخل أي شركة أي مؤسسة حكومية أي وزارة كانوا بيدلنا ما يسمى الكتاب الأبيض أو الكتاب الأخضر الخاص بهذه المؤسسة هذا الكتاب هو كل ما يتعلق بهذه المؤسسة منذ إنشاءها وحتى اللحظة اللي بنسترين فيها هذا الكتاب ميزانيتها، خسائرها، مصادر تمويلها مدى إدرارها بالبيئة، بتعمل إيه علشان تحافظ على البيئة التزاماتها الدولية كل دي أمور الحقيقة بتبقى موجودة فهنا فيه شقين في المسألة، شق يتعلق بالدولة وشق يتعلق بالجمعيات نفسها الشق اللي بيتعلق بالدولة هو إن إحنا يكون عندنا تنظيم قانوني ولكنه لا يمارس تقييد مبالغ فيه ولا يترك الأمر تماماً من ناحية تانية إن المنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية أياً كانت يكون عندها شفافية بمعنى إن أنا سنوياً بصدر تقرير سنوي بيقول والله أنا الجمعية الفلانية، التوصيل بتاعي كذا، بشتغل في مجال كذا الأنشطة اللي بعملها هي كذا 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 وعملت كذا 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 وبحصل على توميل من الجهة الفلانية قمته كذا أعتقد إنه ما دون ذلك إحنا يبقى إحنا بنفرط في حق بلدنا بشكل غير مقبول وعلشان ما نوصلش تاني إلى مواجهات والمشاكل اللي حصلت ما بيننا وما بين أمريكا أمريكا تعرف جيداً قيمة مصر وأهمية مصر كدولة استراتيجية في المنطقة وإذا كنا بنكلم على المصالح الاستراتيجية بتاعت الدول فأمريكا تعلم جيداً أن مصر دولة محورية جداً في المنطقة وبالتالي هم مش عايزين يدخلوا في أي مشاكل وبيطلبوا أو بيتمنوا أن يتم حسم الموضوع وحل هذه القضية في أقرب فرصة يمكن كانت تصريحات القبل كده أكثر عنفاً وده دليل أن مصر الحقيقة يعني لها قوة في هذا الأمر أن إحنا قدرنا نقف وقفة جيدة جداً لكن أنا بس بكره قوي فكرة دغدغة مشاعر المواطنين فكرة والله إنتوا لو حابتوا تدخلوا فإحنا حنطع المعونة يا جماعة المعونة دي موجودة بموجب اتفاقية وأمريكا ملزمة أنها تتقدم هذه المعونة وأمريكا نفسها تعرف أهمية تقديم هذه المعونة فكرة بقى أن إحنا نحتاج المعونة أولا نحتاج المعونة أعتقد ده محتاج دراسة جيدة جداً مش أن إحنا نقعد نتكلم مع الناس ونستدرع عطفهم أو نلعب على عواطف الناس بس معنا تصريحات كتيرة جداً على قنوات تلفزيون عالمية لعدد من القادة العسكريين يعني الأمريكيين نقلوا فيها أن الأمريكا يعني لا تنوي تماماً ده طبعاً وهم أنا بكلم مع حضرتك بفكرة يعني هم عارفين كويس خطورة أنهم يقدموا على خطوة زي دي إيه بالضبط؟ لكن إحنا عندنا وضع اقتصادي معين وعندنا احتياجات محددة بتفرضها أمور معينة والله نحل هذه الأمور أنا أتمنى وكل مصر تتمنى أن إحنا لا نحتاج لأي معونة من أي أحد ولكن أنا ما أحبش بس أن إحنا نستخدم حاجة معينة علشان نقعد نلعب على عواطف الناس أو نستخدمها كورقة سياسية لنا حقوق لينا حقوق مش من حق أحد أنه هو يمارس أي أعمال مخالفة للقانون على أرض مصر مهما كان وأيا كان ويجب أن يتم احترام القانون المصري والسيادة المصرية ده شيء ما فيش فيه جدال خالص ولكن ما استخدمش أنا أمور علشان ألعب على عواطف الناس نتخذ إجراءاتنا القانونية مع أي دولة أيا كانت وده من حقنا وكلنا في الحالة دي بنتوحد خلف القيادة السياسية أيا كانت القيادة الموجودة علشان نحافظ على حقوقنا كمصريين البعض عموما رفض تماما كلمة معونة وقال إن دي أحد بنود اتفاقية السلام بالتالي لا تعتبر معونة بالضبط هي كلمة نفسها أصلا فيها استغرام لو كلمنا احنا كنت بالكلمة على الجماعيات الأهلية ومصادر التمويل في الفترة الجاية احنا عندنا انتخابات رئاسة وعندنا حملات دعائية كتيرة جدا بالتالي هل فكرة إن احنا نعرف مصدر التمويل حتشمل انتخابات رئاسة يعني إذا كان كل مرشحين الرئاسة بيتحدثوا عن الديمقراطية والشفافية وسيادة الدولة ودواعي الأمن القومي فأعتقد إن لازم كل واحد منهم يقدم لنا برضو كشف حساب والله أنا مين بيمولني وده كمان لازم يكون محدد بالقانون وأعتقد إن ده هيكون موجود تحديد صقف الانفاق بتاع الحملات والدعاية الانتخابية احنا شفنا الحقيقة السقف ده اتكسر في انتخابات مجلس الشعب وشفنا إن الموضوع كان مصروف فيه فلوس كتيرة جدا وكان واضح الحقيقة ويمكن فيه دراسات اتعاملت في فكرة الدعاية السياسية أو الانفاق السياسي اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب احنا محتاجين زي ما قلنا أي جمعية أيا كانت من أي جهات تكشف لنا على مصدر تمويلها الأحزاب نفس الحكاية والمرشحين للرئاسة يوضحوا هذا الأمر يعني إذا كنا نتحدث عن شخص يصبح مؤهل لأن يكون رئيس فأعتقد يجب أن يكون هو القضوة والمثل ويدرب لنا القضوة بأنه يقدم لنا كشف حساب مين اللي بيماولني ومين اللي وقف ورايا أنا بقى بصرف ايه بالزبط وبصرفه ازاي وبجيب الفلوس دي منين وده أعتقد من حق المواطنين طب مصدر التمويل ولا وعرفنا الغرض من التمويل ده بقى لازم هنا ده لازم هنا بين الدولة وبين الجمعيات أو المؤسسات المختلفة لازم يكون فيه رقابة شعبية وأعتقد أنه هو ده المهم جدا الرقابة الشعبية دي من خلال ممارسات معينة ومن خلال تقييمها لأداء معين تقدر تقول إن فيه ده بيدخل في العمل السياسي ده هنا بينفقه بالشكل الفلاني وابدأ أحط المنظمات أمام الرقابة الشعبية الرقابة الشعبية والله ممكن تكون من جهات قد تكون جهات تتشكل من الحكومة والمواطنين أو ممثلين عن الشعب زي مجلس الشعب أو ممكن ليقوم بهذا الدور الرقابي يكون مثلا ولتكن لجنة الشؤون الدستورية مثلا في مجلس الشعب أو ممكن تكون لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب هي اللي تتولى إعداد تقارير وافية عن عمل المنظمات وعمل الجمعيات الأهلية ربما يعني يكون عندنا تقارير جاية من جهات أخرى في الدولة بتقول والله أوجه الإنفاق رايحة فين وجاية منين وكمان لشان نسهل على منظمات المجتمع المدني وعلى الأشخاص لازم يكون فيه شروط معروفة ومحددة للحصول على التمويل من الحكومة وبس تكون المصطلحات اللي احنا بنستخدمها مصطلحات واضحة مصطلح السيادة الوطنية مصطلح كبير جدا عايزين نحدد هذه المصطلحات جميعا علشان اللي يخالفها نبعارفين هو يخالفها سريعا سريعا الخبر المهم من جديد شروط صفحة الأولى العسكرية يمتنع المقادات العليمية وانتظر قرار البرلمانية في وقع حصلت وهي أن النائب زياد العليمي كان فيه مؤتمر جماهيري وقال ما اعتبر إساءة وسبا في حق المشير محمد حسين طلطوي والشيخ أو دعية السلفي الشيخ محمد حسان واعتذر النائب عن هذا الأمر ويبدو أن الاعتذار لم يكن كافيا وبالتالي أرسل المشير محمد حسين طلطوي برسالة إلى مجلس الشعب وألقاها على النواب الدكتور محمد سعد الكتتني رئيس المجلس تتحدث الرسالة عن تثمين لدور البرلمان اللي احنا منحناها السلطة التششعية علشان يشتغل وأيضا يعني كلام في مآثر الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية وأنها تقف يعني في موقف خطير جدا وتحاول تسليم السلطة في الوقت الذي قالت أنها سوف تسليمه فيه وأن ما صدر على لسان النائب شكل إهانة بالغة إلى العديد من الأعضاء في المؤسسة العسكرية واعتبروه إساءة بلغة جداً لهم جميعاً وشوفنا برح مسيرة لبعض الضباط المتقاعدين ضباط المتقاعدين ضباط المتقاعدين بالضبط أمام النائب العام وحصل بعض الاشتباكات حتى بين الضباط المتقاعدين وشباب الآخرين وقال المجلس العسكري إن مقالب يشكل جريمة يعاقب على القانون لكن إحنا مش هناخد إجراءات قانونية ومنتظرين نشوف البرلمان هيعمل إيه الإجراءات اللي هتاخدها اللجان المتخصصة في هذا الأمر في مجلس الشعب من ناحية تانية شايفين 30 نائب ده الخبر الأخير اللي معنا بيقدموا طلب إحاطة بيطلبوا بتحويل النائب مصطفى باكري إلى لجنة القيام لاتهامه البرادة بالعمالة هنا لا يجب أن نكيل بمكالين أي نائب والله قلب أكلام بيوصيق إلى شخص أو إلى طرف يجب أن يخضع إلى المساءلة البرلمانية ويجب أن يخضع عمام لجنة القيام سواء كان النائب زياد العليمي أو النائب مصطفى باكري وكل واحد يقول ما لديه من أقوال علشان نوصف أنها خالص أن الأداء بتاعنا يكون أداء برلماني حقيقي مش لمجرد لا شوء إعلامي ولا أن أنا أقول إساءة إلى أي أحد أو ألقي اتهمات على عواهن لمجرد أن أنا نائب برلماني وأنا هنا مش باتكلم عن النائب زياد العليمي أو النائب مصطفى باكري ولكن أتكلم في العموم يجب أن يكون هذا هو الأداء لنتوقعنا سنحنا طالع في الهواري يا ساحبي المصري يوم فشكرك جدا وتعبناك اليوم مشاهدين يكون معينا دروقاتي بابس على مشاركة الطلاب في الحياة السياسية نشوفه نركع نكمل فكراتنا في نهارات